اكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشباب والرياضة أن الاحتفال باليوم الدولي للشباب يمثل محطة سنوية لاستحضار المنجزات الكبيرة التي حققها القطاع الشبابي في العهد الزاهري لجلالة الملك المفدى في ظل توجيهات جلالته السديدة لتمكين الشباب ووسط دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتحفيز سموهما لبرامج تعزيز إسهامات الشباب في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمملكة وأشار معاليه في تصريح نبي مناسبة اليوم الدولي للشباب 2020 أن مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال تمكين الشباب وترسيخ أدوارهم الحيوية في منظومة الدولة الحديثة القائمة على تقدير مكانة الشباب وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم لرفعة وتقدم المملكة وأشاد معاليه بالرؤى الثاقبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على صعيد دعم قطاع الشباب وتعزيز إسهامات أبناء البحرين في القيام بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه وأوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أن مملكة البحرين كانت سباقتنا في مجال إشراك الشباب في الجهود الدولية الهادفة لتحفيز الشباب من أجل العمل العالمي وهو ما ينسجم مع شعار الاحتفال باليوم الدولي للشباب لعام 2020 معربا عن ثقته التامة بشباب مملكة البحرين وقدرتهم على استلهام المعاني الإيجابية لليوم الدولي للشباب من أجل إثبات مكانتهم المتميزة على الساحة الشبابية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر